في عنوين النشرة تسجيل صوتي للمخطوف البزال يناشد زوجته قطعة طرقات لقاء تاريخي بين كاميرون ورحاني مجلس الأمن يصدر قرارا حول مكافحة تنقل الإرهابيين أوباما الحل النهائي في سوريا سيكون سياسيا أهل العسكريين يعزلون البقاع ويقطعون طريقة ظهر البيدر قررنا الاستمرار بقطع الطريق في نقطة ظهر البيدر فتسقط الحكومة تسقط الحكومة اليوم سحب جواز سفر أصال نصري في مطار بيروت وفي النشرة تورط سعودي في هجمات الحادي عشر من أيلول اتهام أم ابتزاز من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة إخبارية حصلت قناة الجديد على تسجيل صوتي للعسكري المخطوف علي البزال وهو يتحدث صباح اليوم إلى زوجته رنال فليتي عبر الهاتف وفي التسجيل يطلب البزال من زوجته وهو يبكي إقفال طريق دهر البيدر 48 ساعة وتظاهر أمام مجلس النواب والسرعي الحكومية ودعاها إلى أن تطلب ممن أسماه الأمير أبو مالك للسماح له بمحادفتها مرة ثانية وقبل مناشدة البزال فإن أهالي العسكريين أصبحوا مياومين في الشارع هم عزلوا طريق البقاع أحرقوا الإطارات صرخوا ملء الصوت عاتبوا على الدولة لأنها لم تفتح معهم أي حوار لسؤالهم عن تعطيل طريق دولية ومدة هذا الاعتصام إلى أن أبرق إليهم وزير الداخلية نهاد المشنوق في بيان وعد فيه بأن دماء العسكريين لن تذهب هدرا لكن عليهم أن يعلموا أنهم يقطعون الطرقات عن أهلهم وليؤثر ذلك في القتل والمجرمين وأعلن المشنوق أن المقايدة واردة لكن وفقا للقوانين المرعية الأجراء قال وزير الداخلية كلامه هذا وغادر إلى فرنسا للقاء الرئيس سعد الحريري ومشاورته في آخر المستجدات الأمنية هذه المستجدات التي غاب عنها الحريري مضأصبح في يده سيولة المليار وإلى حينه لم يتسلم الجيش والقوى الأمنية أي طلقة رصاص في وقت يصابق فيه لبنان الزمن ويعلن الإرهاب التعبئة عند حدوده ويهدد بقتل جنوده وتأتي الضربات الأمريكية على العراق وسوريا لتساعد على تشتت مسلحي داعش والنصرى وهروبهم وبحثهم عن ملاذات دافئة وليجدوا حصنا يلجأون إليه سوى القلمون وإمارة عرسال وفي المقابل ليس في جدول ضربات التحالف الدولي أي نيات عسكرية لاستهداف النصرى وداعش في كل القلمون وجرود عرسال أو في القنيطرة السورية حيث باتت العلام السود ترتفع في مقابل العلام الإسرائيلية فهل تعتبر أمريكا أن القنيطرة معقل للإرهاب وتسدد الأهداف ضدها أم ستتجنب المسة بحدود ينتشر عليها إسرائيليون على الأرض السياسية لا داعش ولا النصرى تهز الفراغ وكما أنه لا طلقت رصاص وصلت لتسليح الجيش قبل دخول السواد فإن إجر كرسي رئاسية لم نبنها بعد ثلاث عشرة جلسة بثلاثة عشر جعجع ومع كل نهاية تعطيل يتلو علينا القارئ السياسي بيانه من معراب متهما عون وحزب الله وكل ما يعادلهما بتعطيل الانتخاب والمأساة الكبرى أن قوى الرابع عشر من آذار تستمع إليه وترشحه وتبقي على الود معه وقسم وازن من هذه القوى أصبح على يقين أن ترشيح جعجع هو التعطيل بعينه لا تنتخبوا ميشيل عون لا تؤيدوا مرشحا مالت إليه دفة الثامن من آذار اسحبوا البساطة من تحت حزب الله وقارعوه بما لديكم من مرشحين وهم كثر على امتداد فريقكم بينهم فخامات وأرباب دستور وشخصيات نمارونية وازنة وتتمتع برجاحة عقل ولم تقدم على الترشح لأنها تلتزم خياركم في ترشيح جعجع مبادرتكم التي أطلقها فؤاد السانيورة لم تصنع للتنفيذ فلماذا لا يجري اعتماد الخيارات الأخرى من الأسماء التي في حوزتكم من أمين الجميل إلى بطرس حرب إلى غيرهما من الشخصيات التي تكتنزها مجموعتكم السياسية أما إذا استمر العناد على ترشيح جعجع فإن الفراغ سيبقى أمامنا ولينافسه إلا تقدم الإرهاب الذي أصبح أيضا أمامنا إذن حصلت قناة الجديد على تسجيل صوتين للعسكري المخطوف علي البزال وهو يتحدث صباح اليوم إلى زوجته رينالد فليتي وذلك بعد زيارتها للخاطفين ما هو يقول لأله اللهية دعني يدق على هذا الرائم محمد ومحمد السوري لا يوجد الأقل لأكمن أنت واصل طرق سرية لا يوجد byte لا يوجد الحال كيف حصلت أليا لا يوجد الحال والله ليس جديد أكثر ماذا تقولون أنت عزبت معي والله لم أعرف ما أقول لك والله لم أعرف ما أقول لك شاهدوا جميعاً أنهم دون شمعين أشكروا طريقة سكروا طريقة البيضة إيراناً والله غير عرار الحال لعجل ما تسكن طريقة البيضة أشكروا طريقة البيضة الجنوية الحكومة لأننا يقوم حاسم عسكري والله العظمئ أحصلين بصاروق كنا رحنا فيه لك عرفت الدولة اللبنانية كلها بسيدي مرام وانت بيدي يا رانا جو برين عم عزبك مسكروا الطريق أنا شو بيجي من الله خيم أحلى صلوه صلوه يا أخواتي وبالكي تحيب لي ترجع تشوف تطبوكم العمير بمالك تشوفكم أو أحكي معكم تريفون أهم الشيء مرام يا رانا تبيه للأوبارة تبيه للأوبار ليلة يا رانا تضغيل الله شو أنت عابل ترد براسة نحن 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 عنوان وانت أجلوا ماني كنت ورحمية بعد وربعة وشر ساعة أجلوها لأنك انت تحركت انت وآهلي تحركتني أطربي تطبوك تحرك شوائن نحن 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 قرر أهل العسكريين المغتطفين الاستمرار في قطع طريق ظهر البيدر على أن يعلنوا لاحقا خطوات قد تشكل خطرا على حياتهم تقرير لزميلة نوال بري أرادتها داعش والنصر تصعيدا يوتر الشارع اللبناني فلبت الدولة اللبنانية المطلبة تلقائيا ولو بطريقة غير مباشرة فأهل المغتطفين لم يطلبوا أمرا تعجيزيا بل جل ما أرادوه هو تواصل أحد المسؤولين معهم ليؤكدوا لهم أن المفاوضات مستمرة لكن الرسالة لم تصل بسبب فرق الوقت بين لبنان ونيويورك فنهار الأهالي الحافل بالتعب والحرارة المرتفعة ما هو إلا ليلة نوم هنيئة بالنسبة لرئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق ولأن الاستجابة للمطالب قطع الأهالي الطريق الدولية في البقاع في ظهر البيدر عند مفرق فالوغة وهذه المرة نصبوا الخيام وافترشوا الطريق مع عائلتهم الساعات مرت ولم يتحرك أحد أو على الأقل يتصل أحد المسؤولين ليؤكد أن نداءهم وصل فكان التهديد بالتصعيد الذي لم يعلن عن خطواته قررنا الاستمرار بقطع الطريق في نقطة ظهر البيدر على أن نعلن لاحقا الخطوات التي سنصاعد بها ومنها خطوات قد تشكل خطورة على حياتنا كأهالي فإلى كل المسؤولين المعنيين أقول من يريد حياة الأسرة وأهلهم فليتحرك وبسرعة قبل أن نتحرك نحن نحن نطيج الدولة كلها لها ممسطح طريقة لطلع أولادنا هيدا تم عم سلامي سقطو فتسقط الحكومة تسقط الحكومة اليوم خلينا نفل تسقط الحكومة إن إحنا بني معروف بس خلي شوف الشعب لبناني دولته خلي شوف دولته اللي مستقلاني عنه مثل ما هي مستقلاني عن جنودها وزدتها بالجروض مستقلاني على الشعب لبناني كله إذا بيمرك على الطريق ولا بتتعطى الأشغال ولا بتتعطى الأعماله قطع طريق ظهر البيدر تزامنا معه قطع طريق زحلي ترشيش وطريق معصر الشوف كفرية وهي الطرق البديلة التي تصل بيروت بالشوف والبقع نحنا بدنا إخواتنا نرجعوا يناموا ببيوتهم وبس هذا اللي بدنا إياه نحنا بنفتح ظهر البيدر نحنا بدنا نساعد وتحت سقف عضيتنا لأنه بحجم هذا الوطن لغاية آخر نشرة أخبار مبادع نحنا كنا معتقدين أنه القصة القصة مسكرة عندي سيد حسد عرفت كيف؟ تبيننا اليوم أنه العكس تبيننا أنه العكس القصة عندي الدولة نحنا مشكلتنا اليوم مع الدولة فهي دولة شوفي شو بديك تعملي من أجل الإفراج عن أسرنا بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اختطاف أبنائنا وبعد أن استنفذنا كافة الوسائل والصبو الاستلمية وبعد أن لمسنا تسويفا ومماطلة وعدم جدية من قبل الحكومة في متابعة ملفنا وتعريض حياتهم من الخطر والتهديدات المستمرة من قبل الخاطفين لم نرى أي تغير فيما صار عمل الحكومة وأي إيجابية ونأجل ذلك فقد طفح الكائل وجئنا اليوم تبليغ الحكومة والمسؤولين تحذيرنا بأن نحملها مسؤولية ما حصل وسيحصل نحنا بننا وليدنا هاقصا بيرح إيجا صلوخ بيرح قالوا على أخبار إيجا صلوخ محل مهن الشباب شو عرفنا شصابوا إنه الشباب نحنا قررنا هون نايمين للصبح مش هح نفتح الطريق لها أيا أبدا بيقين هون أبدا بيقين نايمين هون فأيس الحكومة يشدوا قاعد عبيعمل برة يجي على لبنان الدول برة ما رح تحللنا الأزمة نحنا هون منحل الأزمة يجي على لبنان لتنحل الأزمة مطالبا بسيطة جبهة النصرة والدولة الإسلامية مطالبا بسيطة ونحنا هون منوجه اعتذار لجميع المواطنين لأنه قطعنا الطريق بس هذه قضية إنسانية جميع الطرقات فتحت بعدها معدى طريق دهر البيدر التي باتت النقطة المركزية لتجمع الأهالي وهناك علقت الشاحنات منذ الصباح في انتظار الفرج ويبقى قطع الطريق من قبل الأهالي الحل الأنسب في نظرهم بعدما قطعت الحكومة الطريقة أمام أي حل أو حتى تطمين الأهالي الذين عاشوا أكثر من شهر ينتظرون مصير أبنائهم وما زالوا في الانتظار عقدت عائلة البزال مؤتمر صحافيا ردت فيه على ما ورد على لسان زوجة العسكري المخطوف على البزال رانا الفليطي وأكدت العائلة أن ما تحدثت عنه رانا يمثل رأيها كزوجة واقعة تحت تأثير عملية خطف زوجها ولا يمثل رأي العائلة يهم عائلة أهل البزال أن تؤكد على خياراتها الوطنية فيما يخص العيش المشترك بين كل مكونات هذا الوطن العزيز ومنها الحفاظ على العلاقات التاريخية مع بلدة عرسال التي اجتملت على علاقات مصاهرة ومنها مصاهرة ابننا المخطوف علي لعائلة ألفليطي في عرسال أن المواقف التي صدرت وتصدر في الإعلام حول قضية المخطوفين هي مواقف شخصية تعبر عن رأي أصحابها وأن العائلة لا تتبنى كل ما قيل أو يقال دون موافقتها وهي ترفض أن تكون صندوق بريد لتبادل الرسائل التي هي مسؤولية حصرية بالحكومة اللبنانية في نيويورك اجتمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ الثورة الإيرانية في العام 79 وقد عقد هذا اللقاء التاريخي في مقر البعثة البريطانية في الأمم المتحدة وقد بدى الرئيس الإيراني مبتسما وهو يصافح كاميرون وتعتبر الحكومة البريطانية أن الجمعية العامة لأمم المتحدة المنبر السنوي لرؤساء الدول ويفترض أن تكون مناسبة لضم أكبر عدد ممكن من الدول إلى التحالف الدولي ضد جهادي تنظيم الدولة الإسلامية ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني خطابه في الأمم المتحدة غدا الخميس مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار مكافحة الإرهاب صوت مجلس الأمن في جلسته الاستثنائية بالإجماع لصالح قرار مكافحة الإرهاب مطالبا في جلستين رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوضع قوانين وطنية قوية لوقف تدفق مقاتلين متطرفين أجانب إلى مناطق الصراعات الأمين العامل يجب دحر الإرهابيين بكل السبل الممكنة داعيا إلى استخدام تعبير داعش لا الدولة الإسلامية المنطقة بحاجة إلى استراتيجية سياسية خلاقة لوضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا وغير سوريا والقضاء على الإرهاب يتطلب تضامنا دوليا ومعالجة المسائل الأمنية ويجب على الحكومات قمع الإرهابيين أوباما من جهته جدد دعوة للانضمام إلى الحلف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش مجددا التأكيد أن الحلف سوريا سياسي يجب اعتقال الإرهابيين وضرب خططهم ومنعهم من تجاوز الحدود ويجب أن تمنع الدول الانتقال وتسليح المقاتلين الأجانب ووقف تمويل نشاطاتهم والتأكد من أن القوانين المحلية تسمح بمحاكمة هؤلاء وكانت قد سبقت جلسة مجلس الأمن جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلالها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند ضرورة المضي قدما في محاربة داعش رغم إعدام المسلحين في الجزائر رهينة فرنسية فرنسا ملتزمة في هذه المعركة ولن ترضخ لابتزاز الإرهابيين إرهاب داعش يهدد العالم بأجمعه والقوة هي السبيل الوحيد لوقف إرهاب هذا التنظيم أما أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني فدع المجتمع الدولي لوضع حد لإراقة دماء السوريين مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحلول الموقعة للقضية الفلسطينية غير مجدية تمثل مأساة الشعب السوري التي دخلت عامها الرابع أحد التحديات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وتزداد هذه الكارثة الإنسانية تفاقما وخطورة في غياب رؤى واضحة لحل هذه الأزمة مع استمرار أعمال القتل والدمار وانتهاكات الحقوق والمعاناة الإنسانية الكبيرة وتشريد وتهجير ما يقارب نصف الشعب السوري وقد ضجت قاعة الأمم المتحدة بالتصفيق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما قدم الشكر لكل المصريين خاصة في الولايات المتحدة اسمحوا لأن أنا أوجه التحية كمان لألاف من المصريين جم من مصر وجم من كل الولايات المتحدة الأمريكية موجودين دلوقتي عشان يقولوا مصر الجديدة قادم وأكد السيسي أن الإرهاب وباء لا يفرق في تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم مما يحتم تكثيف التعاون والتنسيق لتشفيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها وفي نيويورك أيضا زار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الرئيس الفرنسي فرانسوان أولاند في مقر إقامته في فندق لانجهام بالس في حضور وزير الخارجية جبران باسيل والوفد المرافق وتم عرض للأوضاع والتطورات والتقى السلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتبحثه في التطورات في لبنان والمنطقة في حضور الوفد المرافق ووزير الخارجية التركي داود أوغلو والسفير نواف سلام كما التقى في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعرض معه تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة غارات جديدة لقوات التحالف الدولية على مقار داعش وجبهة النصرة والسورية توافق رحب وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر بالغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش وقال حيدر في اتصال بوكالة رويترز إن ما حدث حتى الآن يسير بالاتجاه الصحيح من حيث إبلاغ الحكومة السورية وعدم التعرض للمؤسسات العسكرية السورية وعدم التعرض للمدنيين وكان طيران التحالف الدولي قد شن فجلاً غارات جوية جديدة على مقار لتنظيم داعش في الرقة ومناطق عدة في ريف حلب في سوريا واستهدفت الغارات بلدات عدة قرب مدينة عين عرب كوباني في ريف حلب بدوره ذكر ما يسمى اتحاد تنسقيات الثورة المعارض في سوريا أن غارات جوية جديدة استهدفت مواقع في مدينة الباب في ريف حلب وهي مدينة يسيطر عليها داعش واستخدم التحالف في عملياته العسكرية صواريخ توماهوك في حين انطلقت الطائرات المقاتلة التي شنت الضربات الجوية من حاملة الطائرات جورج بوش التابعة للبحرية الأمريكية وفيما ذكرت معلومات أن الغارات انطلقت من الأراضي التركية نفى مسؤولون أتراك استخدام المجال الجوي التركي أو القاعدة الجوية الأمريكية في جنوبي البلاد في ضربات الجوية الموجهة إلى تنظيم داعش وأعلنت جبهة النصرة مقتل القيادي أبو يوسف التركي المصنف سادس قناص عالميا وذلك في غارة لقوات التحالف على أكفردريان بريف إدلب وأفادت مصادر جهادية سورية لوكالة الأنضول أن زعيم تنظيم خرسان في سوريا الكويتي محسن الفضلي قتل فجرا مع عدد من أفراد أسرته في مدينة إدلب في أعقاب غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع عدة في المدينة وكان مدير العمليات لهيئة الأركان المشتركة الجنرال ويليام مايفل أكد أن أكثر من أربعين صاروخا أطلقت خلال الهجوم وأن أغلبها كان ضد مجموعة خرسان وفي هذا السياق أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام ألاف من العناصر من النصر إضافة إلى عضاء في حركة أحرار الشام الإسلامية بإخلاء مراكزهم في محافظة إدلب مشيرت إلى أن الحركة طلبت من عناصرها إخلاء المقار والورشات والمعسكرات وأختار المدنيين قرب المقار بالابتعاد عنها في عكار أوقف أمن الدولة السوري بلال عماد قاسم في بلدة رحبي لعلاقته بمطلوبين ومقاتلين في تنظيم داعش أعلنت قيادة الجيش أن ثلاثة مراكز عسكرية تابعة للجيش في محلة التبيني وشارع سوريا والبسار في ترابلس تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجرح طفيف في رجله وقد رد عناصر المراكز على النار بالمثل فيما تقوم وحدات من الجيش بملاحقة المعتدين لتوقيفهم للمرة الأولى ينقطع تيار الكهربائية عن مجلس النواب والحرس يغادر المبنى بحثا عن الضوء تقرير ليال موسى شركة مفترض فيها تصليح مقابل بي السبب عن رفض يجسالته هو صوت النائب غسانم خيبر لكن وجهه غير ظاهر نتيجة انقطاع الكهرباء أين؟ في مجلس النواب الجنراتور مكلف بحقيت مش حيضا يفوق لأي اللباس فوقفوا مع الضار يعني فيه أنا وفيه الحرس عساس مش هدنو المجلس النواب عم بيشتقل بصليل هلا كان عندي اجتماعات خلصت اخر الاجتماع وعم بيشتقل متما شايفه على ضو الكمبيوتر اللي بعدها ماشي بالطريطه وماشي على ضو الشمعة أخيرا قد يشعر النواب بشيء مما يشعر به الشعب النائب غسان مخيبر وحيدا في مجلس النواب ولأجل نائب واحد لا يشغل المولد لكن انقطاع الكهرباء ليس مبررا لغرق النواب في العتمة هي مشكلة بصيرة لا مشكلة بصر ليالبو موسى قناة الجديد عندما تطلب واشنطن إلى الرياض أن تمد لها يد العون في الحرب على داعش يتذكر رجال الكونغرس 28 صفحة مخبأة في الطبق السفلة من الكابيتول فهل نحن أمام ابتزاز على طريقة لوكربي في الثمانين وعشرون صفحة هذفها الرئيس الأمريكي السابق جوج بوش عام 2002 من تقرير تحقيق الكونغرس المشترك في هجمات الحدي عشر من أيلول يوم ذاك استخدم بوش صلاحياته وطالب بحث هذه الصفحات وتصنيفها في خانة السر للغاية بذريعة أن يكشفها من شأنه أن يهدد الأمن القومي لواشنطن على أن تعليلا مختلفا كان يتسرب إلى وسائل الإعلام الأمريكية وفيه أن الحذف جاء لإحمية العلاقات الأمريكية السعودية من المعلومات الواردة في الصفحات المحذوفة التي قيل أن فيها ما يؤشر إلى تورط سعودي رسمي محتمل في تمويل ومساعدة منفذي هجمات الحدي عشر من أيلول الرد السعودي الرسمي جاء يوم ذاك على لسان سفير الرياض في واشنطن بندر بن سلطان الذي طالب بدوره برفع السرية عن هذه الصفحات التي تستخدم للتشهير بالمملكة معتبرا أن السعودية ليس لديها ما تخفيه ولكنها لا تستطيع أن ترد على صفحات فارغة في الذكرى الثالثة عشر للهجمات أعادت مجلة نيويورك رأى الصفحات المحذوفة إلى الواجهة الإعلامية وكرت معها صبحة باقي الوسائل الإعلامية مزودة هذه المرة بتصريح لرجال في الكونغرس كانوا في لجنة الحدي عشر من أيلول وقد صنحت لهم الفرصة لقراءة الصفحات الثماني والعشرين هي ليست صفحات فارغة إذن ولا تهدد الأمن القومي أيضا بل صفحات مبهرة في وضوحها وفيها ما من شأنه أن يقوض العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والرياض فعلى ما نقلت نيويورك عن أحد رجال الكونغرس ممن قرأوا الصفحات الدلائل على تورط رسمي سعودي مزعجة جدا فيما يبقى السؤال الجاد عما إذا كان هذا التورط الرسمي بموافقة العائلة المالكة أو بقرار أدنى منها وعما إذا كان هناك في التحقيق متابعة للأدلة أم لا الصفحات الفارغة في قموس بندر كان هناك من يطالب وجادا برفع سرية عنها في السنوات الاثنى عشر الماضية وهم لجنة أهالي الضحايا والناجين من هجمات الحادي عشر من أيلول وقد طلقوا وعدا من بوش ووعدين من براك أوباما بالإفراج عن مضمونها إلا أن أي منهما لم يلتزم بوعوده يأتي كل هذا فيما كانت المحكمة العليا الأمريكية في تموز الماضي تعيد تقديم المملكة العربية السعودية بوصفها متهما مع أن الرياض كانت قد نجحت عام 2005 في استبعاد نفسها من القضية التي يرفعها أهالي الضحايا والناجون ومضبطة الاتهام تقوم على قصة تمويل الحكومة السعودية للهجمات التي يعتقد أن مصدرها تسريبات الصفحات الثماني والعشرين وهي قصة فيها أسماء وشخصيات جرس جوابها وتقوم على ما نقله الصحفي فيليب شانون في كتابه عن مقرر لجنة الحدي عشر من أيلول جون ليمن وفيه أن وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية هي بمثابة الطابور الخامس داخل الإسخبارات السعودية وهي المعني بدعم الأصولين الإسلاميين تسأل الفوكس نيوز كيف الإدارة أوباما أن تطلب المساعدة من الرياض في الصفحات الثماني والعشرين ما فيها على أنها لا هي ولا كثر في الإعلام الأمريكي اقتربوا قيد أملة من السؤال الذي يبحث في الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفنت هذه الصفحات تحت سابع أرض الكابيتول ذلك أنه من استطاع قبل تسع سنوات أن يجعل الصفحات الثماني والعشرين فارغة يستطيع اليوم أن يعيد الكرة في مقابل الثمن السياسي والمادي المناسبين ولذلك الحين لا عجب أن تنصل الرئيس الأمريكي القادم من وعود سيقطعها برفع السرية عن الصفحات ولأهالي الضحايا في لوكر بمثال وللسعودية في مصير القذافي مثال جند الخلافة تفبح الفرنسي إغفي غوردال بعدما خطفته الأحد الماضي في الجزائر لم يكن إغفي غوردال المرشد السياحي من نيس الفرنسية يعلم أن زيارته الجزائر ستكلفه حياته وصل محب الطبيعة وتسلق إلى الجزائر السبت الماضي خطفته الأحد مجموعة جند الخلافة المرتبطة بتنظيم داعش وقتل الأربعاء ذبحا وكانت المجموعة الخاطفة قد هددت في شريط مصور بقتل غوردال إذا لم تتراجع فرنسا عن ضرباتها الجوية في العراق في إنذار رفضه الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند وقالت مصادر في الأمن الجزائري إنه جرى اعتقال ثلاثة جزائريين كانوا يرافقون الفرنسي للشك في دور لهم في اختطافه خصوصا أن المنطقة التي خطف فيها هي منطقة عسكرية لا يمكن أن يدخلها المدنيون أما الآن فننتقل إلى النشرة الفنية التي عدتها زميلة دارين شهين مساء الخير شو يالي صار مع النجم أصال نصري عند وصوله إلى مطار بيروت منتابع سوا بهالتقرير لأعده زميل الشادي خليفة لدى وصولها إلى مطار بيروت الدولي للمشاركة في أحد البرامج التليفزيونية تبين أن على الفنانة السورية أصال نصري بلاغاً ونشرة حمراء صادر عن الأنتربول الدولي بناء على شكوى من الحكومة السورية بتهمة الاتصال بالعدو أظهرت أصال إلى أن العام اللبناني جواز سفرها البحريني وأدلت أنها تحمل الجنسيتين البحرينية والفلسطينية ولم تدخل بيروت بجوازها السوري احتجز جواز سفرها ومستنداتها الرسمية بناء على طلب من النيابة العامة التمييزية ولما كان الطلب الصادر من الأنتربول يقتضي بتوقيفها فإن المحام العام التمييزي القاضي شرب الأبو سمرة لم يشأ تنفيذ هذا الإجراء بحق فنانة كبيرة واستعمل حقاً استنسابياً يعود إليه ويخوله اتخاذ القرار الذي يرتقيه فآثر أن يحدد لها جلسة يوم غاد الخميس واستدعاها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى أقوالها فيما نصب إليها حيال تهمة الاتصال بالعدو وأمر بضبط جواز سفرها ومنعها من السفر خلال هذه المدة إلى حين استدعائها الطلب الدولي لم يذكر من هو العدو وما إذا كان إسرائيل أم المعارضة السورية التي تدعمها أصالة وحيال إسرائيل فإن الفنانة السورية كانت قد أحيت حفلاً ضمن مهرجان بيرك سليمان في الأراضي المحتلة شهر آب من العام 2013 لتكون أول فنانة سورية تدخل فلسطين إذ تمنع السلطات السورية مواطنيها من زيارة الضفة الغربية باعتبارها شكلاً من أشكال التطبيع وأصالة اعترفت أنها اضطرت للمرور عبر الحدود الإسرائيلية يعني يمكن الناس كتير بتخاف بتحمل هم الزيارة بحكم أنه تفاصيلها كتير وحكم أنه في حدود إسرائيلية يعني بدنا نعدي عليها أنا بقول نحنا يعني عموماً إذا كان هذا زنب أنه نحنا عدينا من الحدود مضطرين لحتى نمره إلى دولة فلسطين فهو يخف زنب يعني بنقترفه بحياتنا لأن إحنا في هيتين بدنا نفوت عند أشخاص كتير محتاجين عم بحكي لفنانين محتاجين يشوفونا يستمتعوا فينا وكانت أصالة قد صرحت للجديد قبل سنتين أنها تخاف المجيء إلى لبنان بعضها الخوف موجود؟ أي هو شكل الخوف هو مو خوف يعني أني خايفة يا الله لأنه أنا عايشة بمصر كمان يعني ما عايشة بهون لولو ممكن تقولك أنه بمصر ممكن تنطالي كمان بس ما بدي أنزل لبنان لأنه بعرف أنه الموضوع منظم أكتر يعني ممكن أزيتي تكون منظمة أكتر بمصر ما حتكون هيك صار لي سنتين ما انزلت لبنان وكان وزير العدل أشرف ريفي قد غرد عبر تويتر كاتبا سنعيد جواز السفر لأصاله ولن نكون أدوات في يد النظام السوري لتنفيذ توقفات ظاهرها قضائي ولكن خلفياتها سياسية فيما أصالة رفضت التصريح للوسائل الإعلامية واكتفت بالرد عبر تويتر وغردت قائلة أنا بخير وكرامتي بخير ولبنان حبيبي دائما وكانت أصالة قد طلقت اتصالا من وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد خلاله أن الوزارة حريصة على أمنها وأن جواز سفرها سوف تستعيده وأصالة قالت للمقربين منها اليوم أنها لا تعرف ما هي التهمة التي صحب لأجلها جواز سفرها وللتأكيد على أنها بخير التقطت قبل قليل صورة مع زوجها طارق العريان ومع نشان في الفندق حيث تقيم وكان قد تردد أن السلطات اللبنانية أعادت جواز السفر لأصالة إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة بانتظار جلسة الاستماع إلى أقوالها غدا بعد مسيرة احتل وولستريت اللي صارت يوم الأحد وشارك فيها أكتر من 400 ألف متظاهر للحد من التغيرات المناخية أعلن سفير نيات الحسنة والممثل ليوناردو دي كابريو التالي بعد مسيرة اكتسح وولستريت التي ضمت أكثر من 400 ألف محتاج للمطالبة بالحد من التغيرات المناخية والتي تزامنت مع أول جلسات قمة المناخ في نيويورك التي ترأسها أمين عام الأمم المتحدة بن كيمون ويشارك فيها 120 من رؤساء الدول وقادة العالم ألقى سفير نيات الحسنة والممثل ليوناردو دي كابريو كلمة حث فيها الدول والمنظمات وكبرى الشركات حول العالم لأخذ تدبير حازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وأضاف ألي أن أقل السفير بالإنكار أنا أدوز لم تكن أعضبا من المستورة أحد من 400,000 الكابتين القرونجي في تيزن من نيويورك و بالتعين لون الأنرية وتحرق المصر على وراء المصفل اللحظة نحن 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 بإدداء أن حدوات الكمنواد هو dubeteraยات الضراري ونحن نحن 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 نحن綾ان ودرسانترقك وتغيراني السيارة العملية ملتقى في مهتمة مقابلة حتى سنوات التواصلات المنزلاتية ونحن نظر نفسية خيرا سيبراً جدنياً لا يزالك الغدد لكن يشيء يمكنك كذلك أو يتبع بيه العدد إلي البعلي بيوض. إنه تجريทي قطورة للغاية يجب ان يغيق بها هذا السوء يهك بنسبة ايضا أخذ طريق الوضوع من الاختérarchة الناس يجب انه تصنيع المنزل ويناء الدولارات الى الدولى تجيب الوضوع العام لذلك يجب انهيزه على موقع التكترن والجميع من هذه المدة محانات ومن المهمات لأنه سؤالنا مؤسسين لدينا إبراعات والعظمات والمعلومات والاشتراك في القضا ومجد أن تكون الأشعار والمسجدات والعظمات 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 المستهولة لأنني أتفاهم لأسراريتي بمعبارة مباشرة وكما تعلمون أن تنفع الناس من قليل فيها المستهولة ومعبارة المتوقف سترقل وكما تنفعي لدينا إصبار لنظام أن تنتهي حول أن تنفع للجميع في نهاية الجلسات أكدت مجموعة مكونة من أكثر من 50 دولة ومن 500 شركة عالمية أنها ستخصص 200 مليار دولار مع نهاية 2015 لتوظيفها في مشاريع تفيد البيئة والمجتمع الدولي هذا كان كل شيء وفي ختام النشرة هذا تفكير بأبرز العنوين تسجيل صوتي للمخطوف البزالي يناشد زوجته قطع الطرقات لقاء تاريخي بين كاميرا ورحاني مجلس الأمن يصدر قرارا حول مكافحة تنقل الإرهابيين أوباما الحل النهائي في سوريا سيكون سياسيا أهل العسكريين يعزلون البقاع ويقطعون طريقة ظهر البيدر قررنا الاستمرار بقطع الطريق في نقطة ظهر البيدر تسقط الحكومة تسقط الحكومة اليوم سحب جواز سفر أصال نصري في مطار بيروت وكان في النشاء أيضا طورط سعودي في هجمات الحدي عشر من أيلول اتهام أم ابتزاز كان هذا كل شيء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة